اهلا بكم في انا الشاهد انا كريمة كواح كاميراتكم التقطت لنا قصصا مثيرة وشيقة نتعرف عليها في حلقة هذا الاسبوع في غزة قارب مدهش صنع من مكونات قد لا تخطر على بال والفلاحون امننا الغذائي متوقف عليهم فمن يهتم بانشغالاتهم ونتعرف على موهبة شاب يمني مصدر الهامه مدينته تارين هذه القرورة البلاستيكية مصيرها القمامة في غالب الاحيان تقرير باسمة النويري من غزة قد يغير هذه النظرة والفضل هنا يعود الى فكرة مدهشة من مجموعة من الشباب في غزة قاموا باعادة تدوير القارورات البلاستيكية في شكل قارب نعم القارب لم ينجح فقط في الابحار وانما صلط ايضا الضوء على مستوى التلوث الخطير الذي يهدد غزة واهلها بالرغم من معانات سكان قطاع غزة من العديد من المشاكل على سبيل المثال للحصر الحصار والتلوث البيئي والبطالة حيث بلغت نسبة الأخيرة الخمسين بالمئة من إجمارية عدد السكان البالغ عددهم مليون وثمانمائة ألف نسمة إلا أن أبناء القطاع لا يزالوا يدهجوننا بابتكاراتهم واختراعاتهم التي ترفض الواقع وتصر على كسر كل تلك الحواجز ومنهم خمسة شبان قاموا بصناعة قارب من الزجاجات البلاستيكية المستعملة دعونا نستمع لاثنين منهم محمد باسم عبد عمره 25 سنة طبعا هذه فكرة بسيطة نفزناها حبنا نبعث من خلالها رسالة رسالة سلام من قطاع غزة بسعادة استخدام المواد التالفة والمحافظة على البيئة من ناحية ومن ناحية أخرى كرسالة لكسر الحصار وتحدي لقلة الموارد المتوفرة في قطاع غزة حبينا نعمل هذا كنموزج لتحدي الشباب للحصار والواقع المرير الموجود في قطاع غزة هي هيكل من الحديد مغطب زجاجات بلاستيكية فارغة يعني إحنا مجموعة من الشباب خمس أشخاص يعني من بين المحامي والمهندس والمحاسب وفنيين يعني التكلفتها بسيطة يعني لا تتجوز الخمسمائة دولار يعني أخذ معنا فترة شغل يعني من شهرين إلى ثلاث شهور تقريبا وسواب التأخير هذا يعني هو انقطاع تيل الكهربائي السواب الأول إله من ناحية ومن ناحية تاني عدم توفر نموذج سابق حنا نشتغل عليه يعني نعمل المثال إله لأنها حاجة جديدة يعني لأول مرة تنصنع بهاء عزم عبيد 25 سنة عملنا مركب وقدرنا نصنع مركب من مواد بسيطة جدا هي عبارة عن زجاجات بلاستيكية فارغة فكرتها للترفيه نحن نقدر نرفع عن نفسنا احنا مقبتين كتير جدا في قطاع غزة وقدرنا نرفع عن نفسنا في الفكرة هاي ننزل في البحر نقدر نصيد قطاع غزة يعاني من مشكلات بيئية عديدة أبرزها تلوث مياه الشرب نتيجة لتلوث الخزان الجوفي ومياه الشواطئ حيث في تقرير لوكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أعلنت بأنه في عام 2016 سوف تصبح المياه في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي بنسبة 100% كما يعاني القطاع من التلوث بالنفايات الصلبة الناتجة عن استخدامات سكانية خاطئة وعن قلة الإمكانيات لدى البلديات لمعالجتها وتدويرها زي ما أنت شايف يعني حتى في المتنفس الوحيد يعني أو المنفذ الوحيد لأنه الشباب يخففوا الضغط عن نفسهم اللي هو الميناء فيه كثير من المعوقات يعني بتعطي صورة سلبية أو ممكن في بعض الأحيان بتزيد حالة اليأسة وحالة الاحتقان مثلا منطقة الميناء زي ما أنت شايف يعني قدورات حتى الرائحة الكريهة يعني مثلا في مجلس زي هذا المجلس بيصير حالة ذيق يعني للشباب يعني وبحاولوا يجد قدر المستطاع يعني منطقة أفضل لكن بسبب الاكتظاظ اللي بتكون فيه منطقة الميناء في مثل هذا الوقت كونها المتنفس الوحيد يعني بنضطر أن نقوم يعني نجلس في مكئف أماكن زي هذه يعني طبعا يعني هو في نوع يعني بيعود لأمرين أساسيين هو في شي يعني بيرتبط بالثقافة العامة لدى المجتمع الفلسطيني أو التنشى لدى الشباب حالة يعني بيهتموش كثير في أنهم يضعوا مثلا قدورات في سلة المهملات لا ممكن الشاب يعني هو قاعد دير من أي حاجة وسبب ثاني رئيسي له بتعود لقلة الإمكانيات يعني إيش إمكانيات يعني آلات أو حتى موظفين في إيش إمكانيات لأنه يكون فيه موظفين يهتموا في الميناء ينطفوا الميناء آلات ضخمة أو إيش زي هيك يعني هذا كله مش متوفر هذا بيؤدي للحل اللي نحن ووجدين فيه حاليا الصياد يمار بكر هذا إحنا الصيادين على هوا قاعدين عن العمل بنكتر زيوت في المواتير كويس وحينما بس عملية تليين للمطور بيطلع برد ميناء عملية تليين للمطور بيطلع زيوت كتيرة وهذا الزيوت بتأثر تأثير كامل للمياه في البحر بتعمل تلويس في المياه سبب إحنا عدة مرات نطالب من بلديات غزة اللي تشغلنا هذا بس عندنا غزة بلدية غزة محاصلة زي الصيادين غزة ما بيش عندها إمكانيات اللي تمشي اللي تلملم النيلون وتلملم الحاجات الورق وتعمل مصافي تحلي إلى المياه المجارد اللي برموها في قلب البحر في ناس دول العالم بيستغلوا المياه هذه للإزراعة بيستغلوا لأي حاجة عندهم إمكانيات بس شعب غزة ملوين الإمكانية محاصلة زينا زيه ملوين يجيبون الإمكانية بتصيروا يرموها في قلب البحر لتلويس المياه داخل قطاع غزة هل قد أي إنسان أي صيب إنسان ينزل بالمياه بتلوس المرض مرض الجدري مرض الجرب هل ستبقى أحلام طموحات الشباب الغزي تتحطم على سقرة الواقع المرير؟ وهل سيبقى قطاع غزة مقبرة لطموحات وأمكانيات أبنائه؟ أعزائي المشاهدين نترك لكم الإجابة على هذه التساؤلات لبرنامج أنا الشاهد بي بي سي العربي كانت معكم باسم النويري من قطاع غزة في التقرير التالي المواطن الصحفي منصور الكيلاني بجلبيته وميكروفونه وعلى ظهر حمار ينزل بنا إلى حقل مصري لينقل لنا مشاغل الفلاحين هناك كما يتساءل عن سبب غياب الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه مصري جميلة وأصيلة فيها ولدي وفيها بلدي أنا ابني المنوفية وصعيدي يا سيدي وسيدي كان فلاح وأصل فلاح وحي على الفلاح وبزرع طيب يقول حي للإصلاح وعمال عاملين عملوا الخدف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح وقال لي مصري جميلة مصري جميلة خلك فاكر هو أصل الحياة هو الذي يزرع ويحصد كي يعطينا ما نحتاجه من الغذاء كي نعيش على هذه الأرض هو الذي لا يلقى اهتماما من وسائل الإعلام مرئية كانت أو مسموعة أو حتى مقرؤة لتلك الضوء على همومه ومشاكله وإن شئت كلت هو المنسي في مصر الفلاح تقرير يجمع ما بين تسمين المواشي وأوجاع ومشاكل الفلاحين في مصر إيه هي المشاكل اللي بتقابلكم كفلاحين في المنطقة؟ المشاكل بتقابلكم هي طبعا الممبدات ماشي والأدوية غالية تع الزرع والحبوب غالية والكماية طبعا من الصرف المجمعية الشكرى بمئة جنيه من جمعية كانت الأول بستين وبسبعين دلوقتي بمئة جنيه ومن برم السوق السوداء طبعا بمتين جنيه الشكرى ما فيش رقابة هنا من الجمعية أو من المسؤولين هنا في البلد على الموضوع السوق السوداء؟ لا السوق السوداء ده ملوش رقابة وراجل بيشتريها وبيحها بيجيبها الشكرى بمتين جنيه لكن السوق الجمعية اللي مع بطاقة بيصرف الجمعية الشكرى بمتين جنيه هذا بالنسبة للكماوي بالنسبة للتقاوى والبزور بالنسبة للتقاوى والتقاوى نشتريها من الجمعية أيضا من السوداء الفلاح يعتبر هنا مش وقت حقه في أي مجال حتى يعني في الجمعيات الزراعية الفلاح بيحتاج كماوي لو الفلاح له مثلا أربع شكر كماوي بيدوه شكرتين ليه شكرتين بيدوه واحدة يعني أكثر حالة الفلاح مظلوم فيها هي الحاجات دي الدعم يعني الفلاحين بالذات هي محتاجة دعم لما بتحصدوا الامح بتلاقي اللي يشتري منه بسعر كويس ولا متلاوش والله هي فيه فيه ولو فيه تصدق يعني الشركات الشغالة وتصدير شغالة هيبيعوا الجمع كويس بس الناس عبانة يعني الأول كاتل أجرة النفر كاتل بخمسين جنيه دلوقت أجل حاجة ميت جنيه طيب تشغل في اليومية بكم بستين سبعين يعني الأول كاتل بستين جنيه ودلوقتي ما نطقت عشرين جنيه ودلوقتي أصبح لينا دلوقتي ما بتجزيش بس هي برضو إيه من قلة ما فيش بنطلع وبستعمل خلاء علينا شوية بتكفيك اليومية ايه والله بقى يعني نقدرش بقى نقول كافة وما تكفيش عاي يوم على يوم بتي مش العملية ما فكرتش تشتغل في أي حاجة تانية غير الفلاحة؟ ما عاريت فيه وحنا ولو فيها دورنا ولقينا ومش لقيه بتعلم ولا معكش؟ ما عاد بلوه ما فكرتش تقدم على أي شونا ولا حاجة؟ قد قربته وحاولت بقى هي 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 وهي أقل أكثر كانك بتاخدلك 800 جنيه المواصلات كل ما عشر جنيه 600 جنيه أصبح 200 جنيه لا ملومش لازم التقاوي غالية والكماوي غالي والبذور غالي طيب دلوقتي بتقول البذور غالية والكماوي غالي والراي غالي بيت بيخب منك جهد ووقت وفلوس أي هل بيجدي معاك في آخر السنة بتلاقي المحصول جاب همه؟ ما بتجيبش همه ما تلاقي الحاجات دي كلها غالية وما فيش توفير فيها طبعا المحصول طبعا انت بتكلف سما بلدي وبتكلف حبوب وبتكلف راي وحتى الراي كمان غيلي كمان بسبب غليو الجاز والبنزيم فطبعا الزراعة ما بيتجيبش همه بتحصولها آخر السنة ما بيتجيبش همه تحب توجه هاي للمسؤولين هنا في الجامعية الزراعية أو في وطاة الزراعة؟ أنا بوجه يعني بوجهم يتابع الفلاحين ويشوف مشاكلهم والزرع اللي هي تفيد الناس يبلغوا برضو الفلاحين برضو بزرعها وبرضو يبلغوا المسؤولين برضو يخفضوا أسعار شوية يعني ناشد الرئيس السيسي ووساد الرئيس الوزراء أن هم يتابعوا الفلاحين لأن الفلاحة دي هي اللي بتغذي هي شرويات الحياة كلها هي اللي بتغذي الناس كلها وبتغذي بلد كلها الفلاح المصري ما زال يواجه العديد من المشاكل والتحديات التي تحتاج إلى وقفة من المسؤولين كي ينعم بحياة كريمة ورعاية تنعكس على اهتمامه بالأرض التي هي مصدر التنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري فهل يجد الفلاح المصري صمامه أمان للخروج من هذه المشكلات؟ سؤال نطرحه على المسؤولين في مصر أملا أن نجد الإجابة منصور الكلاني القاهرة أنا الشاهد موسيقى نذهب الآن إلى مدينة تاريم اليمنية لنكتشف معا موهبة شاب يطمح كغيره من الهواة بأن لا يظل فنه مجرد هواية الشاب أيوب يحظى بدعم رائع من والده ومن صديقه الحسين بكيران الذي أرسل لنا بهذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى الاسم هو يو عبدالله بن عبدات موليد مدينة تاريم عام 1995 طالب ثانوية ترين نهوياتي الفنون التشكيلية رسم بنواعة والناحة على الجبس والناحة على الخشب والجرافيت وغيرها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موهبة ما يحتاج وأنا ندعمه دائماً ندعمه ندعمه دائماً وأطلب منه وأطلب من الجميع أن يتعاون معه ويعطوه على قدر نيجته أنا عندي موهبة كمان عندي موهبة كذا لكن مش بالطريقة اللي يمشون عليها الآن في الوقت الهذا موهبة كان في الناحات وفي الرسم وفي الخط في كل شيء الحمد لله عندي موهبة فربيت أولادي على هذا العمل وخاصة أيوب وعطيته قدر ما أستطاع وطلبت منه أن يداوم على هذه المهنة لأنها لو المهنة ما شاء الله يعني الحمد لله حسنة يعني موسيقى 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 هذه الموهبة منذ الصغر ورثتها عن والدي وأخواني حيث أني من إسرة فنية في أوقات الفراغ أعمل على تطوير موهبتي في الرسم والناحة وأعمل مع أخي في الناحة والناقش والتصميم في المنازل المالي التي أقوم برسمها ونحتها هي أعمال تراثية حيث تريم مدينة تراثية أثرت في جميع عمالي وأعطتني دافع قوي هو صاحب موهبة إبداعية كبيرة جداً ربما ترونها في لوحاته اللي عرضها لكم طبعاً هو من صغره كان يحب الرسم في بدايته في مراحله الأولى في المدرسة وذلك طبعاً هي مش غريبة لأن الوالد حفظ الله هو كان رسام ومبدع برضو في مجال الرسم والخط فأخذ هذه الموهبة من الوالد كما أنه يعني أيضاً يحب الرسم من صغره كما ذكرنا والآن هو أبدع في رسومات لشخصيات معروفة سواء كان شخصيات محلية أو شخصيات عالمية أو رؤساء ملوك رسومات ربما تكون فيها بعض ألمسات هو يحب الرسم ويحب الجديد دائماً ودائماً يشاهد ذلك في عبر النت وصفحات التواصل الاجتماعي ويحاول يبث ولو صفحة في الفيسبوك باسمه الفنان التشكيلي أيوب عبدالله بن عبدالد ونحن طبعاً نساعده في ذلك وبما نستطيع وكلنا ولازلنا نتمنى إن شاء الله أن تظهر هذه الموهبة تسقل بما أنه تعرفون المجتمع عندنا هنا ضعيف جداً في عملية أنه أخذ الشخص أو صاحب الموهبة أو صاحب الهواية أن يرتقي لأنه المجتمع يعني ربما المسألة الفن عنده قليلة جداً أو ضعيفة لكن نحن نريد إن شاء الله أن من يشاهد هذا الإبداع والفن على شاشة أنا الشاهد ببي بي سي أن يكون يعني يولي اهتمام الشباب مثله ومواهبهم وصقلها وأيضاً أن تكون هذه المواهب يعني الرسم دائماً يعبر عن شخصية الشخص أو المجتمع اللي يعيش فيه أو حتى إبراز ربما الصورة تبرز أشياء لا يستطيع الشخص أن يقولها بلسانه يعني قد يكون الفكر الموجود الواحد لا يستطيع أن يعبر بفكر معين لكن الرسمة أو الصورة يعني تعطي التعبير الصادق والصحيح من خلال هذه الموهبة الذي ربما أنتم تشاهدون كثير من الرسمين ربما لا يستطيع أن يعبر لكن يستطيع من خلال رسمته أن يعبر عن ما يقوله أو ما يشعره أو ما يشعره فأيوب واحد من هؤلاء يعني أيوب هو لا زال صغير السن أيضاً نحن نتمنى إن شاء الله أنه في الأيام القادمة وفي المستقبل أن يكون له حضور بالنسبة للفنانين اللي هما على مستوى البلد على مستوى حضر موت أو على مستوى اليمن أو على مستوى الدول العربية اشتركوا في القناة من التقارير والقصص منكم أرسلوا لنا مشاهداتكم على العنوين التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة أنتم عيوننا على ما يحدث حولكم الآن نترككم مع بعض الصور التي أرسلتموها إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر